هنأ سموشي خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى هنأ العداء يونس كيروا والتي منحت مملكة البحرين أول ميدالياتها في دورة الألعاب الأولمبية 2016 والمقامة في مدينة ريو دي جينيرو البرازيلية وذلك حينما حققت المركز الثاني في مسابقة ماراثون السيدات لتتقلد الميدالية الفضية في منافسات اليوم الثالث لرياضة ألعاب القوى في الدورة وتعتبر هذه الميدالية الفضية هي الأولى في سجل مملكة البحريني بدورة الألعاب الأولمبية وتابع سموشي خالد بن حمد آل خليفة باهتمام من لحظات الإنجاز البحريني في ريو دي جينيرو عبر التواصل مع البعتة البحرينية المتواجدة في قلب الحدث من جانب آخر أجرى سموشي خالد بن حمد آل خليفة اتصالا هاتفيا بالعداء علي خميس فور انتهاء سباق نصف نهائي 400 متر رجال بدورة الألعاب الأولمبية ريو 2016 فجر اليوم والذي شهد تأهل العداء علي خميس للسباق النهائية وخلال المكالمة أثنى سموشي خالد بن حمد على الأداء المميز الذي ظهر به علي خميس في مسابقته وتأهله المستحق للنهائي ولأول مرة في تاريخه معتبرا سموه بأن وصوله إلى النهائي يسجل كإنجاز بحد ذاته كونه لاعب شاب وواعد في الاستحقاقات المقبلة كما أكد سموه بأن وصول علي خميس للنهائي بمثابة تشريف لألعاب القوى البحرينية في هذا المحفل الرياضي الكبير وتمنى سمو الشيخ خالد بن حمد العداء علي خميس التوفيق في السباق النهائي ليحقق طموحه كعداء بارتداء ميدالية أولمبيا في مشواره الرياضي مبديا سموه كامل دعمه ودعم شعب البحرين قيادة وشعبا له في هذه المهمة هذا وحققت العداءة البحرينية يونس كيروال ميدالية الفضية في سباق الماراثون للسيدات في أولمبياد ريو دي جانيرو البرازيلية وبذلك تحصد مملكة البحرين ميداليتها الأولمبيا الأولى في أولمبياد 2016 بعد أن قدمت العداء سباقا رائعا وقد حافظت على التواجد في كوكبة المتصدرين منذ بداية السباق حتى نهايته وشاركت البحرين في مسابقة ماراثون السيدات بثلاثة عداءات وقد تغلبت العداءة البحرينية على صاحبة اللقب العالمي السابق الأثيوبية ماري دي بابا التي جاءت ثالثا فيما جاءت الكينية دوماما سونجو في المركز الأول